في الفكر السياسي الإسلامي اعتبر أن كل طائفة تحمل فكرة اجتهادية في العقيدة وفي التشرية تحتمله الآيات والأحاديث تعتبر من الرعاية لا يعتدى عليها إلا ضمن شروط وبظروف فاسمعوا النص الذي قاله سيدنا علي في توضيح وتثبيت هذا المعنى وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى إذا جئتم إلى الجماعة وصليتم في صفوفنا فسوف نقبلكم كأفراد في الدولة الإسلامية وكرعاية ولا نمنعكم الفيئة يعني الغنائم ما دامت أيديكم معنا لو قمتم في حرب حماية للدولة الإسلامية أو في الفتوحات الإسلامية تحت سلطة الدولة الشرعية فمن حقكم كرعاية أن تقتسموا مع باقي المسلمين الغنائم التي يفئوا بها الله على جيش الإسلام ثم يقول سيدنا علي ولا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونه طالما تخضعوا لسيادة الدولة فلكم حقها ذرعوية في الفكر السياسي المعاصرة إخوة بتلاحظوا عند الغربيين كلمة الحرية أو الفريضة الغربيين عندهم عناد عندهم كره لله عز وجل يأتهم الشيطان في أن يرفضوا أن يؤمنوا بالله وأن يخضعوا لتشريعاته فجاء عندهم مصطلح الحرية لفريضة نحن عندنا في الإسلام نسمي مبدأ الحقوق والواجبات كلمة الحرية كلمة مطاطة هل أنا حر في اليوم الذي ولبت فيه هل أنا حر في اختيار أبي وأمي هل أنا حر في اختيار رزقي في تقدير رزقي هل أنا حر في تحديد أجلي ليس لي حرية أن ما يقول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده فالغربيون عندهم مسألة الحرية حرية المواد حرية الجنسي حتى في أمريكا حقوق المواطنين من حق المواطن الأمريكي أن يحرق العلم الأمريكي ومن حق المواطن الأمريكي أن يجعل العمل العلم على صورة حزاء أو ملابس داخلية ويظهر فيها بالشارع ولا يقدم للمحكمة ولا يصدر ضده حكم من باب حرية الأفراد هذا نوع من الجموح نوع من أنواع الارتباك والفوضى إنما عندنا في الإسلام اسمه مبدأ الحق والواجب الاستبدال الذي ظهر في أوروبا فزهرت مسألة الحقوق والواجبات في الإسلام في حقوق الرعوية إخواني الحق الشخصي حق المسكن والتنقل والمراسلات والأمن تصوروا حق التنقل أنجولو في أوروبا بتذهب تقدم تأشيرة واحد من الإخوة كان يريد يحضر مؤتمر جماعة التبليغ يوم 24 في دوسبوري في بريطانيا فذهب لتقديم تأشيرة فمنع فلازم يحط محامي السفرة بتقول له إذا أنت معترض حط محامي لأنه قانون إعلان مبادئ حقوق الإنسان العالمي من حقك أن تتنقل هذا حق التنقل إخواني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة في الوثيقة التي كتبها في المدينة المنورة فقال بالنص الواحد من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد فهو آمن إلا من ظلم إلا من ظلم وأثم فالوثيقة والدستور التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أعطت المواطن كان من المسلمين أو من غير المسلمين حرية التنقل والسفر وهو ما أعلنوه في سنة 1945 في مدينة نيويورك عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة الحريات أو الحقوق والواجبات الشخصية حق المسكن والتنقل والمراسلات والأمن عدم الاطلاع على المراسلات القرآنية يقول يا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فلا يجوز للمباحث والمخابرات ولأي سلطة أن تعبث بحرمة مسكن لواحد من المواطنين سواء كان واحد من المسلمين أو غير المسلمين الحرية الفكرية حرية الاعتقاد والتعلم والتعليم وحرية إبداء الرأي وحرية إقامة التجمعات على أساس من هذا المعنى ولكن دون استفزاز لمشاعر المسلمين ودون تعرض لهم بطريقة مخالفة للأدب كما ذكرت في الأسبوع الماضي في مسألة سلمان رجدي هذا ليست من حرية الفكر كما يناقشنا الغربيون هذا سوء للأدب وافتقاده للموضوعية حرية الاقتصادية الشخصية حرية التملك حرية الاستثمار حرية العمل وتريد تكون طبيب تكون ميكانيسيان تكون نجار تكون محاسب تكون مزارع الإسلام ترك لك ذلك والآية توضح فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله فهو إباحة وإطلاق عام لكل مواطن ما لم يكلفه الإمام أن يتعلم حرفة أو مهنة أو خبرة محددة الحرية الاجتماعية إخواني وهو مساواة الأفراد أمام الدولة في القضاء وفي الخدمة العسكرية وفي الضرائب والالتزامات المائلية وفي حق إسناد الوظائف لمن شاء بإذا توفرت له الشروط دون أن يكون هناك نوع من أنواع الاحتكار نرى العائلة السعودية تحتكر السلطة في بلدها ونرى في كثير من البلاد أحزاب ميت الجزائر جبهة التحرير تحتكر السلطة فضلاً عن الشعب وتبعده عن ذلك الأمر هذا النوع من المساواة والإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الأمر وفي واجب الدولة الإسلامية أيما أهل عرصة يعني حي من الأحياء أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تعالى أي أن الدولة عليها أن تكون المضافات ووسائل الرعاية الاجتماعية مما تمنع السائل أن يسأل في الطريق أو أن يتعرض للأذى والمساومة على عرضه أو عقيدته أو على دينه وانظروا إخواني مبادئ الرعوية التي لم تطبق كأكمل ما تكون وأمثل ما تكون إلا في التاريخ الإسلامي حتى في العصور المزدمة في التاريخ الإسلامي ظل المسلمون يتعاملون مع الأديان الأخرى بجو من السماحة ومن العدالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميثاء الذي كتبه لنصارى النجران ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم إخواني الكرام هذا ملخص لموضوع النظام السياسي في الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا الخلافة الراشدة وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويمكن لنا في الأرض فتوب إلي واستغفرون والتواب الأفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسول مصطفى من خلقي اللهم أصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أعلي وصحبه أجمعين وأشهد أنفسنا أشهد أنفسنا أنا أشهد أنفسنا أشهد أنفسنا أشهد أنفسنا أمر المسلم OK أشهدت أنفسنا الآن لإشتركوا في القناة نحن هذه المشكلة that human beings are gods to make laws and to make legislation. It's only Allah. And Prophet Muhammad Sallam is the last and the silly, is honest and the trustworthy to transmit to us and to convey and to explain the rules which have been revealed in Al-Quran Al-Kareem, in the Holy Book of Allah. This is number one, the sovereignty of Allah. Not to the folk ting or the parliament or to the United Nations. All these institutions have proved to be inefficient to perform justice and to maintain equality among different members of the human community. So this is number one, sovereignty is only for Allah. Allah has the right to reveal, to command, and to give orders to his worshippers and to his creatures, to the mankind. Number two, the Muslim nation is being delegated, deputized by Allah subhanahu wa ta'ala, to practice and to maintain Islamic law. It is the, what do you call it, the collective responsibility, not only the alim, the scholar, the wa'ez, the khatib, the speaker in this place on Friday, every Muslim individual. We are filled with dictatorship, with monopoly of power in Turkey, in Pakistan, in Indonesia, in Egypt, in Yemen, in Morocco, everywhere. So the whole nation, as the Muslims, and this is the method of the Prophet Muhammad SAW to give every individual confidence in himself to take part and to think and to play his role. So this is written clearly in the Quran, that the Muslim nation, as a whole, have been entrusted the responsibility of implementation and maintenance in Islamic law. It will bring us to the third rule, which is the leadership, al-imam. Leadership in Islam is a responsibility and the duty, al-imam, the khalifa, the successor of Prophet Muhammad SAW, must possess a certain qualification. Mankind had experienced different kinds of leadership. They call it here, in Western culture, opinion leaders. It's not only Clinton is ruling USA, it's not only John Major. You have a newspaper, you have the press, you have the thinkers, you have the philosophers, you have the academics. A people can write an article and make a lot of differences. So mankind and different societies, civilizations, and the states had experienced different ways of leadership. The perfect one is being described in the sunnah, in the method of Prophet Muhammad SAW, is to appoint the most qualified and honest and experienced person to be the top leadership. And as such, brothers in Islam, this kind of appointment is a contract between the nation and the leadership. Monarchies and dynasties, as have been made in France, in Belgium, a long time ago in Europe now, they have constitutional monarchies. A king now, a monarch, is just a symbol to the state, he has no power whatsoever. But before that, if you read the history of Russia, or France or Britain, you will see by the end of the church that these kings have given an excessive kind of authority which has led to the subjugation and oppression of the subjects of a certain particular country. So it is a contract. A contract from one side. The imam, the leader, the khalifa, will promise to fulfill the goals of Quran and the sunnah of Prophet Muhammad SAW, and to implement Islamic law and to exercise justice among his citizens. And on the other hand, the nation, the members of the community will give oath that they are going to obey as far as they are getting orders coinciding with Quran and sunnah, which does not violate the basic teachings of Islam. Brothers in Islam, this is what we are suffering now. The monarchy in Saudi Arabia, the dictator regime in Syria and in Iraq, the corrupted regime in Morocco and Egypt, this and that. So we would like to revive the original concept of imam or leadership as a contract, not as a military coup by force, by America, by Britain, by the French colonization, by the Bolshev or the communists spread as had happened in the early 60s and 70s in some Muslim countries like Ertaria, like Uganda and like other countries where they had brought communism and like Adam, where we are witnessing the conflict nowadays. Number four, brothers in Islam, is Shura, Islamic consultation. It has been given enough attention in different seminars, publications, articles, debates within the Muslim media and Muslim circles. I think it's very enough now to speak just very briefly about Shura. Shura is the right of every Muslim individual to use his capacities for the welfare of his Islamic state. This is the point of the Shura and the right to observe and to assess and to criticize and to correct. This is what the Sahaba had done after the death of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shura must be revived within the Islamic centers and organizations in the West. We are swinging in between. We do not have the capacity to revive the original Islamic picture and at the same time we do not have the power or the experience to perform as the people in the West are performing within democracy. As I told you, the difference between democracy and Shura, that democracy is giving every individual the right to be a god, to fabricate, to fashion, to make a new law while in Islam we have the law of Allah. The role of Shura is how to implement this law of Allah in the best way and for the interest of the whole Muslim nation. Number five brothers in Islam of the basics of Islamic political institution in Islam is the concept of citizenship. A concept have been used in the West about freedom. freedom because of subjugation, because of oppression and persecution and the word freedom is not accurate within Islamic law. Because freedom cannot be measured. Freedom is an expression about rebellious attitude of the individuals in the West. They do not like Allah. They do not like to think about his existence. They are fed up with the church, with dictatorships, etc. They like to feel free while at the same time they are not free. they cannot do anything against flood. They cannot stop the spread of AIDS. So they are helpless but in the same time because of the machinations of the satan they like to believe that they are free and the concept of freedom which have been emerged during or associated with the industrial revolution in Europe. In Islam we call it the concept of rights and the duties. It's more accurate in Islam. The word or the term freedom is not clear. it's not precise to give you a clear indication about the meeting in Islamogun about citizenship whether you are a Muslim or non-Muslim under the Islamic sovereignty in an Islamic state within an Islamic community. It means the precise implementation of the rights and the duties for every individual irrespective to his creed, to his race, to his social class or to his knowledge. This is a declaration made by Prophet Muhammad and confirmed in Qur'an in Qur'an Allah said you have been created oh mankind oh my worshippers my slaves you have been created from one single man Adam and one single woman and they have multiplied with their of springs to be clans and to drive the best amongst you is the best to exercise piety or to show good behavior. This is the criteria of excellence or preference in the Muslim community at taqwa piety is to be good and to have the fear and the love and the observation of Allah subhanahu wa ta'ala and this has been confirmed by Prophet Muhammad in the last meeting with his nation in Hajjat al-Wada' in the last pilgrimage before one year of his death to say that we belong to one man and we belong to one God and we belong to one religion and there is no Islam to an Arab above others or to black above the red except with piety as have been exhibited in the Quran just now. Brothers in Islam this kind of tolerance and justice have been experienced by the khalifah the successors of Prophet Muhammad we know the biggest fitna or test during the reign of Ali ibn Abi Talib al-Khawarij the people who had violated the sovereignty of constitution and leadership Ali ibn Abi Talib was the leader number four the khalifa after Prophet Muhammad al-Khawarij had taken some military operation against the state but even though Ali ibn Abi Talib had laid down the foundation stone of the Islamic thought as clear and as precise when he had permitted everybody to think and to interpret within the respect of the superiority of the state and the constitution the Quran the book of Allah subhanahu wa ta'ala from Western culture brothers in Islam when we make comparison and this is the reason for studying Islamic culture and the institution is the personal rights to have a certain accommodation to transport the right of secrecy and confidentiality of correspondence and the right of security and this is for your astonishment have been recognized adopted by Prophet Muhammad salam 1400 years ago when he read this covenant the constitution in the beginning of the establishment of Islamic State in Al-Madin Al-Munawwara that every individual had the right to come to Medina and to go out from the Medina and as far as he does not violate or make anything against law so this is the spirit of Islam and this is the civilization of Islam about thoughts that every individual had the right to believe in what he likes to believe the right to educate and to learn the right to express opinion the right to establish parties and different intellectual communities number four in the economic side the right of ownership of investment and to get job and it's written in Quran that everything has been subservient to us and we have to make the initiative in the most efficient and good way number five is the equality in front of the state in the courts in military service in taxes and in assuming official jobs to be a civil servant these kinds of rights have been implemented by Prophet Muhammad and have followed by his successors after that Allahumma faqqihna fi dinina wa alhimna ruchdana ونور بصائرنا وثبت على طريق الحق أقدمنا Allahumma اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واصفح عنا الصفحة الجميل Allahumma استرنا في الدنيا والآخرة واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين Allahumma إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا لتزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن من سواه واحفظنا زوجاتنا وذرياتنا وثبت على الإيمان قلوبنا اللهم هيئ لنا أسباب النصر والعز والتمكين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واختم بالصالحات أعمالنا آمين آمين والحمد لله وأكم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي عن الصلاة حي عن الفناح قد قامت الصلاة قد قامت